فأول ما دخلت على كاسترو بدأ يكلمني باللغة الإسبانية فأنا اعتذرت وقلت له سوري سير أنا بحكي إنجليزي بحكيش إسباني فبدأ يحكي بالإنجليزي المكسر يعني هو يعني ما بده يحكي بلغة لغة أعداؤه فيا سيدي تلفنت لياسر هواري قلت له أنا خلصت تؤمر شي ضحك قال لي يا سمير أنت موجود في أمريكا الآن شو رأيك تروع على كوبا تعملنا تحقيق صحفي قلت له يجب كده رعا كوبا مهما محصرينها لأنه قبل ذلك بسنة هو هو ذكرني إنه كوبا كانت مسرحا لأكبر وأخطر أزمة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية أزمة خنازير لا أزمة الصواريخ الكوبية وقبلها ببضعة أشهر غزوة خليج الخنازير اللي كان المقصود منها إسقاط نظام كاسترو واغتياله إلى آخره وفشلت فقال لي يا سمير يعني هاي بالنسبة لصحفي قصة تسوى يعني هاي سبق صحفي طب كيف ده روح على كوبا يا جرني قال لي اسمع روح على ميامي في فلوريدا في واحد فلان الفلاني صاحب مطعم هناك أنا أكلت عنده هو أكل عنده قال لي هذا الرجل بشتري السمك تبعه من السيادين اللي بطلعوا يصيدوا في البحر الكريبي اللي هو يعني على سواحل فهو ممكن يدبر لك قارب صيد ينقلك لترينيداد ومن ترينيداد بنفس الطريقة دبر حالك واحد قارب صيد ينقلك إلى هبانا مغامرة مغامرة طبعا وقال لي ما تبخل بالفلوس إذا بطلب منك 100 دولار اعرض عليه 200 دولار مشان اتطمعه حتى يرجع ياخدك من كوبا والله أنا في ذاك الوقت الحقيقة يعني أنا كان عندي حس مغامرة شيء لا أي صحفي بعمرك تتاح لهذه العرض طبعا طبعا يعني أنا بعض الأشياء والله عندما أتذكر الآن بقول كيف كيف قمت فيها يعني كنت مجنون أكيد لكن أنا كنت أريد أن أثبت لوالدي هاي استحقاقات اللحظة الزنانية نعم فيا سيدي المهم ذهبتي لكوبا أنا في ذلك الوقت طبعا كأي شاب كان قد سحرني تشي جيفارا فأنا قلت يعني أول شغلة لازم أعملها أحاول أقابل تشي جيفارا ولو بقولوا لي رحل ترك وفي الطريق يغتالوه حتى ما كنتش عارف أنا أنهم يغتالوا طبعا السكن بيست بالنسبة إليه كان في ديل كاسترو فطبعا أخدت سيارة وصلتني إلى دار الحكومة طلعت قابلت مدير مكتبه قلت له أنا وكان معاي عددين من الأسبوع العربي فيهم تحقيقات صحفية صورتي طالعة فيهم مشان أورجي له أنه أنا هذا الشخص لأنه زي ما قلت لك كانت عندي عقدة صغر سني فطبعا هو تطلع فيه هيك يعني منه من وين جا هذا فالمهم قلت له أنا هيك هيك وأنا جاي وطبعا بدأت أتكلم بلغة ثورية أنه جاي نضال الشعب الكوبي وثورة الشعب الكوبي مر يومين وثلاثة واليوم الرابع أنا نجنيت لأنه اعتبرت أنه زي ما استخف فيه بسبب صغر سني فرحت على دار الحكومة مرة أخرى وبدأت أصيح من تحت أصيح إيش أنا كنت طبعا قد قرأت وعرفت أنه فيدي الكاسترو كان معجب بجمال عبد الناصر فبدأت أصيح أنا جاي من بلاد عبد الناصر أنا قطعت عشر تلاف ميل مشان أقابل الرفيق كاسترو إلى آخره وإنت ما استخفيت فيه ما اقتنعتش أنه أنا هذاك الصحفي قال لي يا أخي الموضوع ما إلو علاقة بسنك الموضوع أنه البرزيدنتي مشغول لكن إيه أنت بدك تغادر وقال له بعد بكرة قال لي أنا بوعدك بكرة أدبر لك لقاء خلص فعلا تصل فيه صباحا وقال لي تعال على دار الحكومة الساعة عشر فرحت فأول ما دخلت على كاسترو بدأ يكلمني باللغة الإسبانية فأنا اعتذرت وتقول له أنا سوري سير أنا I only speak English أنا بحكي إنجليزي بحكيش اسباني فبدأ يحكي بالإنجليزي المكسر يعني هو يعني ما بده يعني يحكي بلغة لغة أعداءه وفجأة أقول له هالصندوق أمامه وفتحه هيك والله هو بعرض علي سيجار من السيجار الكوبي الفاخر فأنا بكل السداجة قلت له يا سيدي أنا أنا بدخن سيجاير ما بدخنش سيجاير وأخذ لك هالضحكة ها 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 إيه السيجار الكوبي السيجار الكوبي جايد ولي سيجاير فصدقته أخذت سيجار وأنا فتكرت زي السيجاير وطبعا طلعت روحي وعنيي ودموعي أنا مهم يا سيدي عملت حوار معاه؟ آه طبعا طبعا عملت حوار وإلي اسأل اللي بدك إياه ولما ما كانش يفهم كلمة معينة كان ينادي مدير مكتبه لأنه كان مدير مكتبه يتكلم إنجليزي كويس إنه يعني يفسر له بالضبط شلي أنا مخصدي من السؤال أنا الحقيقة كان بدي يعني كان يقال في الولايات المتحدة لما هذا إنه يعني كاسترو يحاول أن يقيم نظام شيوعي أنا لم تكن فكرة الشيوعية خاطرة في بالي كجزء أساسي من نظام كاسترو شاير فلذلك يعني أولا أوحت إليها بسؤال حتى يتعلق بالموضوع الشيوعية فهو أجابني إنه الموضوع لا موضوع الشيوعية ولا رأس مالية إحنا دولة اشتراكية نريد أن نطعم الشعب الكوبي الشعب الكوبي اللي استغل وبقي فقيرا طيلة الوقت وعاشوا الكوبيين إما فلاحين أو أجراء لأنه المزارع كلها كان يملكها الأغنياء الكبار أو الأمريكيين يعني طبعا النواب عنهم في كوبا وبالتالي الإنسان الكوبي لم يكن أكثر من فلاح أو عامل فهو أراد أن يخلق دولة أنا شخصيا يعني أنا ربما السؤال اللي منك المتوقع تنساش أنا صحفي ولذلك بتوقع سؤال منك إنه ما الذي رأيته في هذا الرجل وهو يحدثني الحقيقة أنا لم أرى في كاسترو إلا ثورجي قائد ثورة وليس قائد دولة ثائر وليس حاكم نعم كان يكلمني إنه بنا نطعم الشعب الكوبي الشعب الكوبي الفقير اللي الأمريكان شغلوه عامل أو فلاح اللي من كذا وكذا وكذا طبعا هو شرح لي في البداية إنه هو درس القانون هو كان محامي بالمناسبة زيان كيف كان تصور عن تحدي الأمريكا كوبا هاي الدولة الصغيرة يعني كيف يتحدى يعماكا ما هو عشان هيك لما قلت له إنه بقوله إنه دولة شيوعية قال لي إحنا السبب لأنه إحنا فرضوا علينا حضر الأمريكان لذلك الدولة الوحيدة التي هبت لمساعدتنا كانت لاتحاد سوفيتي بالتالي إحنا يعني تجارتنا وعلاقاتنا التجارية والاقتصادية كانت فقط مع دول الاتحاد يعني دول الدول الاشتراكية ضمن منظومة الاتحاد السوفيتي لذلك أطلقوا علينا هذه الصفة إحنا ليسنا أيديولوجيين إحنا نريد أن نرتقي بالشعب الكوبي إلى أن يصبح يعني شعب قادر على أنه يعني لكن هذا الكلام غير صحيح هو شيوعي هو طبعا شيوعي زعيم الحزب الشيوع الكوبي طبعا ومؤدد يعني لا مش زعيم الحزب الشيوع الكوبي هو مؤسس الحركة طبعا اللي سماه حركة 26 جولاي 26 يوليو هو شيوعي مؤدلج أيوة يعني هو شوف ما هو شيوعي بالمعنى الايديولوجي وشيوعي بالمعنى العملي هو كان شيوعي بالمعنى العملي أو هكذا أنا قرأته يعني هو لأنه ما طرح علي المبادئ واللينينية والماركسية والمزارع المشتركة وإلى آخره يعني اللي أقاموها في الاتحاد السوفيتي ما كانش يتكلم هذه اللغة ولذلك أنا قلت لك أنه يعني 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 هو جاءني بصورة الثائر وليس بصورة رئيس الدولة أنت كيف شفت كوبا بذيك اللحبة كوبا يعني شو بدي أقول لك بلد حلوة جدا لكن فقيرة جدا في ذلك الوقت يعني فقيرة فقط تروح على المقهى تقعد تشرب قهوة تدفع عشرين سنت أمريكي يعني شو عشرين سنت أمريكي والناس لما يقعدوا يعني واضح عليهم الفقر وواضح عليهم هذا وبعدين قليلين جدا جدا منهم اللي بتكلموا إنجليزي لكن يعني شعرت بسعادة إنهم شافوا إنه فيه واحد أجنبي جاي لبلادهم لكي يعمل تحقيق صحفي عن كوبا واكتب التحقيق آه طبعا طبعا ونشر التحقيق واعتبره ياسر هواري اعتبره سبق صحفي طبعا أنا الصحفي الوحيد في العالم اللي قابل في دي الكاستر طبعا 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 وهو وحقيقة هو اللي يعني أنا بتهيأ لي الطعم اللي استعملته أنا نفع إنه جاي من عند عبد الناصر لأنه كان يحب عبد الناصر زي ما حكيت لك بالتالي يعني هذا وطبعا يعني هو كان يعرف عن لبنان واللبنانيين وكذا لأنه كان فيه لبنانيين موجودين حتى في في كوبا يعني في ذلك الوقت أنا ما تعرفتش على حدا منهم يعني لكن فهمت إنه كان في هذا هذا كان قصتي مع كاسترو إذن انتهت محطة كاسترو وكوبا وهاظانا نعم بدنا محطة أخرى ولكن أيضا بعد فاصل شكرا